أختي المسلمة هل تحبين الحصول على الأجر الكبير بالعمل اليسير؟ هل تريدين أخذ حسنات كثيرة وأنت في بيتك؟ عليك بالإخلاص واحتساب النية الصالحة في الأعمال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فالمباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات وبالاحتساب تتحول العادات إلى طاعات قال بعض أهل العلم عبادات أهل الغفلة عادات وعادات أهل اليقظة عبادات فتحتسبين برعاية زوجك وأولادك أداء الواجب الشرعي قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم وتحتسبين تربية أبنائك ليصير قادة تنهض بهم الأمة وينتفع بهم المجتمع قالت أم سفيان الثوري لسفيان يا بني أطلب العلم وأنا أكفيك بمغزلي وقال الإمام مالك كانت أمي تعممني وتقول لي اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه وتحتسبين بعفتك طاعة ربك وبر أهلك وحفظ كرامة زوجك قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله وتحتسبين بالتجمل لزوجك قضاء حقه وإعفافه عن الحرام قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي النساء خير قال التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها وماله بما يكره وتحتسبين بتنظيف البيت وترتيبه اتباع السنة وإسعاد من في البيت فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهروا أفنيتكم فإن اليهود لا تطهر أفنيتها فانوي الخير واحتسبيه تنالي الثواب الجزيل بغير جاد قال الإمام أحمد لابنه يا بني انوي الخير فإنك لا تزال بخير ما نويت الخير